موسيقى النظام الحاكم في البحرين واجه ثورة الرابع عشر من فبراير بالحديد والنار ومنذ اليوم الأول لاندلاعها مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء واعتقال وتعديب الآلاف هذا الإجرام لم يشفي غليل النظام الذي أقدم على فصل أعداد كبيرة من المحتجين من وظائفهم مما دفع باتحادات نقابية عالمية إلى إقامة دعوة ضد النظام لدى منظمة العمل الدولية الأمر الذي أجبر السرطات على توقيع اتفاقيتين لإعادة المفصولين وتحت إشراف منظمة العمل الدولية الاتفاقية الثانية التي وقعتها أطراف ثلاثة هي وزارة العمل ممثلة عن حكومة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نصت في العام 2014 على إعادة 165 مفصولا خلال شهر واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية ودفع كافة المستحقات التأمينية والتعويض بدل فترة الفصل وتشكيل لجنة ثلاثية للإشراف والتأكد من إعادة جميع المفصولين الذين شملتهم الاتفاقية لكن السلطات وكعالتها في نكث العهود والمواثيق لم تعد إلى الخدمة سوى 40 مفصولا من دون تعويضات والتزامات بما نصت عليه الاتفاقية فيما أجبرت عشرة آخرين على التقاعد وتركت 110 أشخاص بلا وظيفة المفصولون من جانبهم باءت محاولاتهم المتكررة للعودة إلى وظائفهم بالفشل بعد مراجعة وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات مما دفع بحقوقيين إلى إثارة القضية مع منظمة العمل الدولية وعبر الالتقاء بمديرها لشؤون العمالة بالشرق الأوسط نظام قحوش قحوش تلقى ردا من الاتحاد العام لنقابات العمال في البحرين وعلى لسان أمينه العام حسن الحلواتي زعم فيه بإعادة 98% من المفصولين إلى وظائفهم وإنما انتبقى عليهم قضايا أمنية بزعمه تصريح جاء مناقضا لتصريحات سابقة للحلواتي تفيد بعدم تنفيذ الاتفاقية لجنة الدفاع عن حقوق المفصولين سارعت من جانبها إلى نفي هذه الادعاءات محملة النظام الخليفي وعبر وزارة العمل مسؤولية التلقئ في تنفيذ الاتفاقية وفي تسويق الادعاءات الكاذبة إلى المجتمع الدولي متوعدة بتحرك عاجل على الجهات الدولية المعنية لفضح أكاديب النظام وقبل أن تقدم منظمة العمل الدولية على غلق هذا الملف قضية المفصولين السياسيين مظهر آخر من مظاهر القمع الخليفي الذي يندرج في إطار سياساته التي تستهدف أهل البلد الأصليين في حاضرهم ومستقبلهم وهو ما يعزز قناعتهم بخيارات مقاومته حتى ينال الشعب حقوقه المشروعة